جاهزين بيانة الرئاسة لإنقلاب المحاولة بعد صمت طويلا إزاء انقلاب عدن كسر برلمانيون يومين حالة الصمت الرسمي وخرجوا ببيان يحمل الرياضة مسؤولية الانقلاب الذي نفذه الانتقال في عدن باعتبارها قائدة التحالف والمسؤولة عن الوضع في المناطق المحررة البيان أيضا طالب الرئيس هادي بعفاء الإمارات من التحالف الذي تقوده السعودية وضرورة خروج قواتها من كافة أراضي الجمهورية اليمنية باعتبارها الرعي الرسمي والكامل للانقلاب على الشرعية وسقوط العاصمة الثانية البيان الذي وقع عليه تسعة برلمانيين من مختلف المكونات السياسية فتح الباب أمام تساؤلات من قبل لماذا لم يصدر هذا البيان عن هيئة رئاسة البرلمان ولماذا يقف أمام صدوره عن مؤسسة البرلمان بشكل عام انقلاب عدن مر وسط صمت تام من الرئيس هادي هذا الصمت وصفه نائب رئيس الوزراء أحمد الميسري بأنه صمت مريب وكذلك وصف موقف السعودية اليوم قالت وسائل إعلام سعودية إن لجنة سعودية في عدن تشرف على انسحاب قوات الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها لكن مصادر ميدانية أفادت أن الانسحاب لم يتعد منشآت مدنية بينها البنك المركزي ومقار حكومية صحية مراقبون يرون أن محاولة الرياض تنفيذ انسحابات شكلية في عدن هدفه تجنب توصيف ما حدث على أنه انقلاب كامل على الشرعية والدستور اليمني ما يعني أن استراتيجية الرياض في اليمن أصبحت متطابقة مع الاستراتيجية الإماراتية وهي سياسة تقسيم اليمن والقضاء على ما تبقى من مشروع الدولة الاتحادي اللافت في هذا المشهد هو احتفاء الحكومة بما تسميه انسحابات الانتقال في عدن واعتماده على السعودية في إعادة ما خسرته في العاصمة المؤقتة بالرغم أن السعودية هي من أخرجت مسلسل سقوط عدن بحسب مراقبين إذن أصبح واضحا ماذا تريده السعودية ومن قبلها الإمارات لكن الذي لا يزال غامضا هو ماذا يريد الرئيس هادي ولماذا يتعاون على إضعاف شرعيته اشتركوا في القناة